السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشروع ده في بدايته لكن انا بتنبأ له ان هو هيبقى ليه مصابح جلو قوي اللي هو عبارة عن اوبن بيم يوزنج اي 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 ايه هو الاوبن بيم? الاوبن بيم نحن بنشتغل بمعايير موحدة بين كل البرامج بداية البيم بحيث ان انت تقدر تبدل المعلومة من اي برنامج لبرنامج اخر. فهم بدأوا يستخدموا في الاي اي اي. اللي ظاهر قدامك دلوقتي ده حاجة بسطة خالص لكن مع الوقت هتلاقي تطور رهيب جدا لانه هو شغال على الاوبن سورس. فبيقول لي ستارتهير دوس هنا هيبدا يعمل معك شات. تقدر ان انت تسأله. تخلينا مسلا ان اسأله ما هو ما هو الموقع جميل جدا زي ما انت بتسأل عربي انجليزي هندي زي ما انت عايز. هو ابن اعتمد على شات جي بيتي. وهو قائم على التبراط. طيب انا هلطلوب اعرف لنفسك فقال لي مساعد زي ما بارمج خصوصا لمساعدتك في التعرف على مبارسات وتقديم الاشتادات والمعلومات المتعلقة بالاومن بيم. فده قريب جدا هتلاقي موجود في كل البرامج الخاصة بالبيم يعني هيبدا جزء كده تقدر انت ستطابه وانت شغال في الريبت بدل ما تروح تسأل ممكن تقول له ايه زرار دوت ايه دي بتعمل ازاي. فده يعني بوادر لي المستقبل لقصة الابن بيم. تمام مع زكاة الاصطناعي. خلينا نقول له مثلا ما هو. الموضوع بشيء ان انت مثلا جوا الدينامو في الريبت وتسأله سؤال تقول له عدد الابراج. لأ انت ممكن تقول له اتكليب لكودز. فهو يكتب لك الكود. فهتبقنا له رائبة جدا لما زكاة الاصطناعي هيبقى متوفر جوا البرامج. زي ما شركة ادوب عملت. لان ما تزول جهد كبير جدا في فكرة الصور. لكن البرامج الهندسية لسه. فواحدة واحدة كده خلال مثلا بتاعة اربعة شهور. هتلاقي الموضوع حصل. تمام. فبدأ يعرفنا بالاوبن بيم. ده انا اجي تعاوني لتصميم وتنفيذ المباني وقداراتها باستخدام معيير رقامية وصلحة. فهل يستخدم معيار اسمه الاندستري فونديشن كلاسز اللي هو الافي سي. وهو معيير تبادل اخرى عساس ان هو يقلل المشاكل اللي بتحصل لما تشتغل مع البرامجيات المختلفة. اوبن بيم يعني ممكن تتفرج الفيديو دوسلا بعد فترة فتلاقي فيه تطور كبير حصل ان شاء الله. اشتركوا في القناة